أم지 evangelون. مرحبا بكم في القناة ديالي وإذا ان شاء الله سوف يكون أول فيديو في القناة ديالي. قلوا بي بها اسبانيا فعلوا في فيديوهاتي قلوا بي بها اسبانيا آت عاون الناس. اسبانيا تخلصنا الماء. اسبانيا تخلصونا المادو. عايقونا كل شي عاون نجاعة. بايد نرو بزيادة الحوالي. اليوم جيت نوضح معكم بعض النوقات. طبعا هي الناس دي الأوتنوم والناس اللي لينديهم معلات. ناس اللي عندهم شركات ناس اللي عندهم أي حاجة. اني ماشي هم خدامين عنتي حد اخر ناس اللي خدامين هم بوحدهم كانوا قالوا باللي معي خلصوش لمدة دي 6 شهور كانوا خرجوا بزافة الهضرات وبزافة الحاجات وانما هاي ثلاثة ايام تم القطع ديال السيقورو ديالهم والداريبة ديالهم الايبة ديالهم كل شي قطعوه لهم من البنكة وعلى هذا بزافة الناس حتجوا من المنازل ديالهم وعاد قالوا ليهم انتم ما هات خلصو ولكن بات ركلامي يعني لحد الان باقي الناس ديالهم ما عندهم حتى الشي مساعدة بغت نوضح هي للكراه الكراه ماشي الدولة اللي هات خلصو الكراه هي خلصو السيد اللي ساكن فيه إلا ما قدرتش تخلصو ما عندك فلوس ديالش تتخلص الكراه هتمشي لبنكة والبنكة غتعطاك واحد القرض يعني مالي وحد بريستامو اللي هو انت اللي يخطيك تخلصو من بعد وهذا الكريدي اللي هات تعطاك البنكة ما غد يخطوش فلوس هادوك الفلوس هيدوزونيشن المونت دار وإلا ما قدرتش تخلصو انتا هتخلصو الدولة وليكن الدولة تتابعك يعني على الاخر هو هادوك القرض المالي هتتخلصو هتتخلصو يعني ان الدولة هتخلصو ما عندك هاتي مكينة اخطبهم رئيس الوزارة اسبانيا هذا الفلوس لا تعطيه كاملين و تعطيه واحد جزء صغير منهم المصلحة للسانيدات يعني الناس ديال الاطباء بشروا لهم المطاريال اللي كان خاصهم استعافذت هم الناس اللي كانوا خدامين الناس اللي كانوا خدامين و شركة ديالهم سدوا و سدوا و داروا ارتك هاد الشركات دفعوا لسيوردات سوسيال معلومات ديال خدامة ديالهم و هاد خدامة ديالهم غادي يتخلصوا سبعين في المية من الخلصة دياله يعني اي واحد كان خدامه عنده كونترا ديال خدمه و شركة دياله دارت ارتك يعني تسدات غادي تخلصوا دولة سبعين في المية من المداخل دياله ولكن الناس اللي خدامين على حسابهم هما او لهما اللي مخدمين الناس هاد الحد الساعة باقي ما عندهم ولا قالوا باللي هاد الشهر لي جاي ما يخلصوش ولكن شكون عارف هاد الشهر قالوا ما يخلصوش و هاد الشهر خلص و الضحقش الناس خرجوا بزاف يقولوا كل شي فابور و ناس يسحب ليهم سفن و احنا كل شي بخير و احنا كل شي يعطعوه لنا و باعوا و او كامل شي ناس وشي ناس مساكن تيقوهم و تسحب ليهم هاد الشهر هاد الشهر مع من نواله هاد الشهر اللي قلتوه ولي كاللي حد الان بغداش نوع يكون الله اعلم ولكن لحد الان و من هان من بر بغدت نصفت النصيحة بغدت نعطي نصيحة و رسالة للمغاربة اللي شفت الفيديوهات و شفتهم ما زل ما واخدنش الامر بيجد ديها بعض منهم باقيت يخرجوا بغدت نقول لكم لا رحملكم الوالدين بقواوا في ديوركم بقواوا في ديوركم بقواوا في ديوركم و تتعيبوا علينا و تيقولون انتم ما تشتحوا و تخرجونوا كل الليلة تشتحوا في البالكونات وتشتحوا و تصفقوا نحن لا نشطحوش لا نشطحوش و هذالحالة الكاريتية و كل دقيقة في اسبانيا متواحد نخرجو نشطحو نصفقو نعاونو ذوك الناس الأطباء يحسو بنا نبغيوهم و نشجعوهم هذوك الأطباء اللي في الصفف الأمامية كلو لا عصب الزف هذوك الأطباء اللي في الصفف الأمامية بالأخص واللي في كنتك مباشر مع المرضى الكورونا بيرو راح كيموتوا كل نهار راح بزفت نحن عدنات قريبا كتر مع عشر الاف طبيب اللي مرض و نخرجو نشجعوهم نشجعو دوك الناس اللي باقي نخدامي و صهران ينعلق بلنا باش يزيدوا في الخدمة ديالهم و يزيدوا في العطاء ديالهم حقاش لما خرجنا صفقنا عليهم و لما شجعناهم مش غيطيح والبوليس والبوليس والعسكر و كل شيء اي واحد خدام و تعرض راسل الخطر على مصلحة نحن نشجعوهم باش يزيدوا في العطاء ديالهم لا تتوصلوا إلى الحالة اللي احنا فيها بقوا في ديالكم راح شهر شهرين و غد يدوز راح تشوفوا الحالة اللي عندنا احنا هنا و بلاد متطور كل شيء لا الى الا الله محمد رسول الله بقوا في دارك انا فاهمة بعض الناس اللي اللي ما عندنا بشين يجيبوها اللي كانوا يجيبو القدس ديالهم بنهارهم ولكن هاي سبروا وبقوا في ديوركم راح كيني المحسنين عينا عاونوكم راح جيرانكم عي عاونوكم طلبوا المعاونة من اي واحد و حافظوا على بيوتكم احنا راح كل دقيقة عدنا هنا تيموت واحد كل دقيقة كيموت واحد هذه النصيحة ديالي لكم و ياربي تشوف مرضى والله يرحم اللي ماتو و ياربي تحفظ بلادنا و بلاد الجميع المؤمنين اهل الناس تتموت راح تشين مرض خطير راح الدول العالم ما قدرش عليه وباقي ما قدرش عليه راح دكشي في ايد الله دكشي عليش كنطلب منكم تبقاوا في ديوركم و تاخدوا الاحتياط ديالكم و تحميوا بلادكم راح و اخاكك راح المغرب راح احتياطة بكري يعني تقدروا و تعتقوا بلادكم و دكشي عليش كنوصلكم رسالة بقاوا في ديوركم يلا الله يعوين بسلامة و دمتم بخير اشتركوا في القناة